هو حكاية روب المحاماء الاسود الحكاية بدأت عام 1897 في فرنسا لما كان احد القضاء جالس في شرفة منزله وشاهد جريمة قتل تحدث في الشارع امام عينه وشاف القاتل وطريقة القتل كمان وعندما طام القبض على المتهم قدوء الى نفس القاضي اللي شافه وهو بيقتل وبرغم ان المتهم اثبت بالدليل انه كان موجود في مكان اخر لحظة وقوع الجريمة الى ان القاضي لم يلتفت لدفاع المتهم لانه كان متأكد انه شافه بعينه وهو بيقتل واصدر الحكم باعدامه وبالفعل تم تنفيذ الحكم واعدم المتهم على المقصلة وبعد مرور سنة او اكتر فوجئ القاضي بنفس المتهم واقف امامه متهم بجريمة قتل اخرى الله انت هربت ازاي ده انا شايفهم بعناي وهم بيعدموه فرد القاتل وقال له ان اللي اتعدم هو اخوي التوأم لان انا اللي ارتكبت الجريمة الاولى واخي تم اعدامه ظلما وهنا ادرك القاضي الخطأ الفادح اللي ارتكب واعلن ذلك للجميع وفي احدى المحاكمات اللي كان بيقوم بيها هذا القاضي دخل عليه احد المحامين وهو يرتدي روبا اسود فسألوا عن سر ارتداء هذا الروب فكان رد المحامي ان هذا الروب ليس الا رمزا لشبح المتهم البريء الذي اعدمته ظلمه حتى تتذكره دائما وانت تحكم فلا تحكم الا بالعدل حتى لا تظلم اناثا اخرين ومنذ ذلك التاريخ اصبح ارتداء الروب الاسود تقليدا عاما عند المحامين وتذكيرا للقضاء بزميلهم الذي اخطأ حتى لا يقع فيما وقع فيه زميلهم